لهم فعلاً إصرار وعزيمة وهنا من برنامج الأشبال بنقوله كل سنة وانت طيب عايزة روح لموضوع تاني مهم جداً وقضية مهمة جداً هنا في برنامج الأشبال احنا أول ناس إن شاء الله هنترح القضية دي وهنترح الموضوع ده انتشر خلال الفترة اللي فاتت موت الفجأة بالنسبة للشباب بالنسبة للشباب دايماً بنلاقي فيه مشاهير موت فجأة في مرحلة الشباب في عمر العشرين والثلاثين سنة بيأثروا فينا والناس بتزعل وتدايع فيه ناس شباب كتير برضو بيحصل نفس الموقف بس عشان احنا ما نعرفهمش اللي بيأثر فينا دايماً المشاهير مع الموت الفجأة للشباب أيضاً انتشرت ظاهرة هي انتشار صلاة الجيم في الأحياء وفي المدن وفي الكرة وفي كل محافظات مصر الشاب بيكون جسمه نحيف في يوم وليلة أو في عدة أيام أو في بضع شهور الشاب عايز يتحول ويعمل البادي بيلدينج عايز يتميز بالقوة العضلية عنه فبيروح صالة الجيم عشان يتمرن هل الموضوع ويف عنده هنا؟ لا في صلاة الجيم بنشوف فيه مكان مخصص للمكملات الغذائية بيتقال عليها مكملات غذائية لكن احنا للأسف مش عارفين هل دي مكملات غذائية؟ ولا منشطات بتلاقي حاجات زي الكرياتين زي البروتين وما شابه ذلك الشاب من هنا بدون فحوصات بدون استشارة طبيب بدون أي حاجة زي ما بقول لحضراتكو في شهور وليلة جدا تلاقي الشاب النحيف تحول إلى عملاق بفضل المنشطات دي يا ترى المنشطات دي أو المكملات الغذائية دي لها أضرار على الشباب أنا ما قدرش أجزم لكن احنا وقعنا في فخ المنشطات من فترة مع منتخب رفع الأثقال المنتخب ده كان مرشح أن يكون موجود في الأولمبياد بعض منهم وكنا هنحقق معاهم ميداليات زهبية في الأولمبياد وقعنا في فخ المنشطات أيضا مدرب منتخب مصر رفع الأثقال كان مشترك في موضوع وتم اللي طاح به أنه هو كان بيبيع أيضا منشطات للعبين الموضوع كبير وموضوع مش سهل بيأثر على شبابنا ومن هنا احنا فتحنا القضية دي عشان نتعرف أكتر ونروح للموضوع ونعرف من المختصين معانا الدكتور أسامة جنيم مدير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات تحياتي لك يا دكتور أسامة أهلا بك كابتل أسامة وأهلا بسلام مشاهدي في البداية يعني حياك يعني كنت انتبعنا أو سمعتني وأنا بتكلم على ظاهرة الموت الفجأة بالنسبة للشباب خلال الفترة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت انتشرت ظاهرة صلاة الجيم في كل محافظات مصر دايما بيكون فيه صيدلية تابعة للجيم بيتباع فيها للشباب بعض من المكملات الغذائية بيتقال عليها مكملات غذائية أو بيتقال عليها منشطات